السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال جميع ان شاء الله لمور طيبة رمضانكم مبارك عودة للفيديوهات من حوش كوني اني كملت الامتحانات وان شاء الله بنرجع الفيديوهات التيتوريو سواء انجليزي أو بستاترك أو مادسن أو اشياء عامة وتكنولوجية أو 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 فإنهوي وداوت فرد ردو اليوم عندي فيديو مهم جدا ليه فترة بنحكي عليه لكن لم تصنح الفرصة اللي هو بنحكي عليه تقنية الفلاش كارد او ما يسمى بالسبيس او سبيس ريبتشن اللي كنت تكرر معلومة بشكل مستمر معلومة صغيرة مهمة طبعا تكررها بشكل مستمر بحيث تتبت طبعا احنا هذي مشكلة عندنا مشكلة نحن نجمع الطب كيف نحفطها للمجلدات وهذه الدنيا هذي كلها فهذه واحدة من أحد الطرق طبعا في عدة طرق لكن هذه واحدة من أشهر الطرق كيف انتتبت المعلومة وتتبتها بشكل بشكل جيد ولسنوات طويلة طبعا تقدر تستخدم طريقة هذه حتى في تعلم لغة او تعلم معاني القرآن او تعلم اي شيء صراحة تقدر تطبق لأي شيء يحتاج حفظ طبعا زي ما عارفت قبل الحفظ ضرورة ما تفهم ضرورة ما تفهم تقرأ المنهجة تقرأ التابك وبعد تالي تجي عملية الحفظ ففي فكرة الفلاش كارز اللي كلنا عارفينها ان كنت تكتب معلومة على الظهر وتقلبها هذه طبعا بالدراسات وضحوا ان هي فعالة جدا في حفظ المعلومة ان كنت تقلب الورقة وتشوف المعلومة وتعاود وهكي طبعا هذه طريقة بدائية قصة الورقة وغيرها فطلعت حاليا ببرامج فيها يعني هلبة options وفيها هلبة features بحيث تخلي الموضوع ساهل ومن الايفون بتاعك فمتلا هنا عندي هنا هنا موجود عندي الاب ونين عبي في بنزينة الراجع عشر عشرين معلومة مهمة فهي قلنا الفكرة في حداتها قديمة اللي هي الفلاش كاردس أو space repetition لكن طالع برنامج ليه فترة حتوهم وحفظه ثلاثة او ربع سنينة وسألون فيه Anki Anki أو Anki Anki بالأمريكي أو بالبريطاني Anki أو Anki قول انت حتى عبوض زميت مش حنتخاصم عليه فني اليوم بنشرح Anki أو Anki هو أحد أشهر برامج فلاش كاردس على الإطلاق مشهور جدا 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 في أمريكا خاصة عند طلبة الطب دكتور هاشم الغنودي هو بارك الله وفيه أحكالي عليه وبالفعل أنا منه يعني أدمنت الأمكيو يومين نخبط فيه على الآيفون طبعا هو ينزل على الآيفون والآيباد والآندرويد وبكذلك تقدر تنزل عليه على الكمبيوتر أو حتى من الويب فرزين فأنا قبل من نخش في الصوفتوير نفسه نبي نحكى لشوية مبادي على space repetition فspace repetition من المعروف أنك أنت لو حاليا تعلمت حاجة حاليا مثلا definition of dementia مثلا تعريف dementia أو مثلا هذه لو أنت ما رجعت هاش المعلومة خلال أيام بسيطة حتنسى المعلومة حتندتر وحتقعد في طي النسيان زي ما يقوله فهذا forgetting curve اللي هو يعني curve النسيان وهذا شي طبيعي عند أي إنسان فهذا retention إن كنت تحتفظ بالمعلومة وهذا الوقت وهذا لو أنت ما رجعت هاش المعلومة حتختفي طيب لو أنت رجعتها بشكل مستمر وبشكل فعال فمتر أني هنا تعلمت معلومة جديدة بديت ننسى فيها بعد يومين ثلاثة لكن عاودتها نفس المعلومة عاودتها بسرعة يركب retention نحتفظ لها بالداكرة لو ما عاودتها برضو تنزل لكن تلاحظ أنك كنت كلما تعاود الكيرف متاع النسيان يقل فأنت لما تعاودها ثلاثة أربعة مرات اشبه كيرف النسيان أو forgetting curve وين أصبح فهي هذه الفكرة تكرار مستمر متواصل خاصة الفترة الأولى فهذه يساعدك فاهم عملية الفلاش كارد أو الابليكيشن اللي هو الأنكي فبتر لونج ترم ريتنشن أنك أنت تعاود معلومة بشكل سريع فكرة الأنكي أو الفلاش كارد هذه حاجة ثانية مهمة جدا طبعا هو الأبليكيشن رأوه ضخم يا جماعة الخير وفيه يعني من الفيتشورز يعني فيه ناس مدائرة عليه ثلاثين واربعين فيديو فهنين صعب نعطي حقه في فيديو واحد فهنين اليوم بنحن نعطيك البيسيكس وانت يعني أبحر فيه ودوره وإن شاء الله مرة مرة نحاول حتى ندير عليه فيديو بإذن الله واحد من الناس اللي يستخدم فيه كذلك الأول اللي دفعتكم سنة رابعة أحمد شكري يستخدم فيه حتى هو فالبرنامج قوي جدا ويستاهل 25 دولار على الآيفون وعلى الأندرويد فري على فكرة لكن كان بتشريعه على الآيفون يكلف 25 دولار لكن هو الصراحة يستحق كل سنت تدفع فيه فإنوي الحاجة الثانية المهمة في الأنكي أو الأنكي إنه هو يوزع لك المعلومة اللي أنت ضعيف فيها والمعلومة اللي قوي فيها المعلومة اللي قوي فيها يراجعها لك مرتين ثلاثة وبعد تالي ينطرها لك ثلاثة أربع أيام لأنك أنت حافظها ما تحتاجش إنه يعاود هالك طبعاً هذا حنوضح الكلام توا في آمتي لحيلك خليني خلونا نشرح أن توا الكلام بصفة عامة بس والمعلومة الضعيف فيها يقول يراجع لك فيها بشكل أكتر لأنك أنت لما بيعرض عليك هو السؤال بيقولك أنت هل أنت أوكي جبتها ولا جبتها شوي شوي وإلا ضعيف فيها بكل فأنت تقول إلا ضعيف فيها بكل يقول يعاود لك فيها أكتر يركز لك أكتر على المعلومة وهذه أنت ما كنتش تديرها ووقت عندك الفلاش قايدز الورقية زي مثلاً اللي بنوريهم في الصورة زي مثلاً هادو هادو كلاسيكيات كل نشرينها بزمان الكابلين لكن هادو ورق أوكي يقلب لكن هادو الورق ما تقدرش يحدد لك الورقة المهمة من الورقة اللي نص نص من الورقة اللي اللي خلاص أنت قوي فيها وبالتالي مش لازم نضيع فيها وقتي فهذه قوة الآن كي نعاود كلام بـ أو بكلام آخر المعلومة اللي أنت توهرب منك هلبة يجيب ييسلك فيها أكتر والمعلومة اللي أنت قوي فيها وبالتالي ما تحتاج تضيع فيها وقت يطيرها لك بعد ثلاثة أو ست أيام وحتى تسع أيام معاش تطلع لك في الأبليكيشن وحيبان هذا الكلام إن شاء الله لما نديره المثال فإنوان فهذه وضحنا نحن يشني العملية وكيف أنك أنت كل ما تعود المعلومة كل ما تصبح أوضح فهذه شفناها الواحدة الثالثة فهذه حتي تصبح في نفس السياق أنك أنت الشيء اللي يعرضه لك الأنكي أو بفترة بعد فترة أطول أنك أنت مع المعلومة هذه وللس يكرر لك وتصبح الدوريشن بين تعرضت لها يصبح أقل طيب قال لك على شين فكرة الفلاش كارد طبعا الكلام ندري عليه حتى أبحاث وستودي يعني الكلام مش عبط لو تخش حتى لك أنه بالفعل جابوا ناس وجابوا طلبة طلبوا أعطوهم صور طلبوا أعطوهم فلاش كارد وطلبوا أعطوهم هكي يصموا صمار وعطوهم نص ساعة لاحظوا أن جميع الجروب الفلاش كارد أكثر ناس قدرت تثبت المعلومة فقال لك فأفضل طريقة للأكتف ريكول اللي هي الفلاش كارد طيب هذه خلا ممكن نعطوها بعد تالي فخلينا توحليل نفتح التطبيق الأسطوري هذا يعني هو الانترفيس متاعها سخيفة شوية لكن الله غالب تحمله هو قوي قوي جدا 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 صراحة فهذه الانترفيس زيته هي نفسها على الآيفون هي نفسها بنفس الدكس اللي حاليا نفس الدكس هادو نفسهم موجودات عندي عليه الكمبيوتر فمثلا أنا عندي مثلا دك صانعة بروحي اللي هو السي سي اف بي يما تنقرأ للسي سي سي اف بي قاعدت نوتي فيه بايو اسموز 2017 فيه أشياء من النت فيه أشياء نيخدمها وهكذا فخلونا مثلا فهذا الدكس متى تقدر انت تدير دك اناتومي او دك فيسيولوجي وتقدر تقسم الاناتومي هذا الدك اللي انت تتخش تلقى فيه من الكاردز الدك زي نقدر نقوله هذي كالحاملة للأوراق للفلاش كاردز طيب فمثلا نخشه مثلا اللي هو اللي مدائره نينا بنضغط عليه كم فيه هذا فيه حدود كم فيه واته في حدود في حدود 922 كارد نيام خاد خادمة ودقول له ستدينا طوي بنلكم الكلام فمثلا هذي مثلا هذا فلاش كارد حاليا أو كارد فشنه هذي طبعا نيام المفروض الصراحة زي question mark هذي طبعا نيام دائرة عملية reverse natinql بالكارد يعني front to back to back to front فهذه print sign فانت تقولي show answer فبالفعل print sign فطلعت print sign فانت هنا هذي كانت المعلومة سهلة ام نص نص ام easy لو easy ينطرها اربع ايام معاش تقابلك الى اربع ايام لو good يجيبها لك بعد يوم لو again حيراجعها لك خلال ممكن خمس دقايق فمتى احنا نقول له ضعيف احنا فه مثلا هذي memory loss plus one aphasia أو apraxia أو agnosia أو disturbance and executive function sequencing organizing abstracting planning فشنه هذي فهذا definition of dementia DSM definition of dementia فانت هذي شنه كانت تفرضا easy اه نبي نوريكم حاجة داني نخليك توم الكلام هذا فمثلا جاني variable deceleration فواضح انه يبيه سؤال variable deceleration عليه early deceleration or late deceleration فال variable deceleration تشوف الصورة متاع فلاحظنا هذي صورة ضعيفة فهذه واحدة من قوة الانك انك انت بردو تقدر تضيف صورة فهي due to chord compression وهذي شكلها انه هي متجيش مع لي مع اللي تراين كنت عن الجمهات اللي سنة الرابعة قانية سنة الرابعة اه طبعا الشيء الثاني ممكن تضيف حتى صوت لو انت مثلا اه تخيل تقضيف حتى صوت فمثلا تقول شنه اه record on voice فانقوله test 1 2 3 4 stop فانقول test 1 2 3 4 فتقدر تخيل تدير حتى مع card صورة او صوت فجميلة جدا فمثلا جاني سؤال تواني هنا طبعا اني هذا خادمة وهذه هنا القوة انك انت لما تختم الكارد لانك انت تعتبر كأنها قرائية فانت حتحفظ افضل وديرها انت باسلوبك وباختصاراتك انت فارماكو therapy of شنه اسمه of alzheimer disease not in mild impairment فاشنهو مثلا memantine او arycept فبالفعل يطلع لك الإجابة لو انت بتدير edit في حاجة ما عاش بتكش تدير edit وترادع في النوت فشو answered ولا easy رأيت هدي كيف عودها لان احنا بكرة قلنا له ما جاوبتهاش كويس pain relief on testicle elevation acute epididymides فهذه ساين تستخدمها في حالة اللي يصنفها brain sign فأقول له خلاص هذه easy ما عاش تجيبها لي هادو الأديوان تعد dementia خليك منها خليك منها اني بنجيبني بالظرف طبعا فيه طريقة ثانية من انك انت يصنفها clause deletion انك انت اكمل فهذه برضو تتبتلك في الراس بشكل فعال جدا فقلب to prevent sexual transmission of zika virus pregnancy should be avoided in men for سبتة شهور and women for شهرين او ثمانية سابيع فتشوف ليجا منتاعك بفعل six months and eight weeks فبرضه فيه طريقة تانية من الفلاش كارد هي اكمل الفراغات للاحظه حتى انها تكون طريقة فعالة هادو اللي اوكي هادو كانت easy اوكي for t's of postpartum postpartum hemorrhish for t's 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 احطكم الفكرة طبعا هاديني خدمها فمتلا اواني مثلا بنضيف حاجة بنضيف حاجة جديدة مثلا مافيش مشكلة بديلها و تاخد تاخد basic reverse reverse انه مرة يجيب لك front والback و بعدها يجيب لك وهذه طريقة افضل فمتلا تقول مثلا مثلا branches branches of اي حاجة مثلا super mesenteric artery or whatever super mesenteric artery وتكتب الاجابة هنا whatever معاش تفكر فيه طبعا لكن مهم تكتبها تبي تحط الصورة متاعها مافيش مشكلة تخش الجوجل تاخذ انت هذه البرنامج هذا وتجوجلها branches of superior mesenteric artery تاخد صورة فرضا زي هذه زي بيك تاخد صورة كويسة فرضا هذه مافيش مشكلة تدري لها copy وتجي تدري لها paste هل تجون تجيك بالصورة وتدري لها اد خلاص تتخزن عندك هذه فتبدأ جميلة طيب فواضح ان انا نقدر نضيف صورة نقدر نضيف صوت ونقدر نضيف حاجة يسمو فاها image occlusion انك انت عندك صورة وفاها هلبة خاصة جماعة الاناتومي او اي شيء لكن هي فاها صورة وفاها pathway فرضا حتى مثلا coagulation cascade وتكون تدري لها اشياء معينة انا هنا مداير مبكري باش نوري هالك ان شاء الله غالقاعدة بس راحت لا مش مشكلة طيب فواحدة من الانواع كيف يسمى image occlusion انهانس ففرضا انت تقدر جيد تفتح دك هنا تقول لها create وتسميه مثلا اناتومي مثلا انت كتاب كيف بادي تقرأ اناتومي فيش مشكلة تفتح اناتومي تقول لها اوكي تخش على الاناتومي طبعا فاضي مفيهاش كاردز حاليا تقول لها add فمثلا انت بتضيف صورة انت فزي ما قلنا تخش على حاجة اسمه image occlusion enhance هذه صبعا زي الاد اون زي الاد اون هادي تضيفها هنا ما فيهاش مشكلة انا بنوضح لك اليوم افكار عامة الموضوع رو كبير شوية ما فيهاش لكن زي طبعا فهادي قلنا circle of willis فرض انت تبع 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 تحفظ اليوم circle of willis البرانش اسم تاعها تجي هنا occlusion بالضبط ارا تدار لها هو already paste وتبدأ اتدرق الجميع فاتدرق هكي تدرق هذا فتبعا تطبق هذا على اي شي pathway urea cycle urea cycle فريت اني قاعد ندرق في جميع البرانش طبعا هادي برضو لقاعد طريقة فعالة لحفظ الاشياء زيتهم ريت كيف كلهم درقتهم بالضبط نقول لها نقول لها تو تشبه كيف تطلع ان شاء الله بالضبط تو زيتم فهو يريد منك هو هذا ما هو باستيري انفيري سيربيلر آرثري بايكا او بيكا اغلط فنقوله again يريد منك هوا توا مثلا شبه من هوا ذاك اريد تطلع سيري سيربيلر آرثري يريد منك هوا انتيري سبيلر آرثري يريد منك هوا وهكذا فواضح انه هو يدرق الكل ويطلب منك واحدة بس في طريقة ثانية يطلع الكل ويدرق واحدة بس فبرضو تعالوا نشوف الطريقة الثانية نرجع لهيا ندير منها copy ندرلها بايكا نشوف معي الطريقة الثانية هذا رهيب جدا حتى هو لحفظ الاشياء زي هيا شوف معي طوال الفرق بين الطريقة الاولى وطريقة الثانية ندرق كلهم بتاع سيركل فوليس لكن طوى بنقوله شنى اه اه طلعهم كلهم ويقل يدرق في واحدة بس طوال تشبه حتى وكيف تطلع اراتهم كيف كلهم طالعات واحدة بس متدرقة طلعتها 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 يدرق في واحدة وثانية طالعات وانت تشوف اللي تراه مناسب فانيوي فهذا الانكي برنامج فعال جدا 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 قبل من انتم فيه برضو الهارت ساونس فمثلا دك فيه هارت ساونس حاصل جمعت سنة خامسة متعقدين منه فشوف معاي توا شوف تسمع الصوت يطبالك الصورة برضو في الانكي تقدر تعدل فيه طبعا فشان هذا علمات قد ايورتك ستنوس وشان هذا ايورتك 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 تقدرات درثة هنا تأتي عندك على الموبايل والعكس صحيح بحيث تقدر انت ديمة نفس البروغرشن ونفس السينكين اضايف هنا مثلا معاني القرآن مثلا كيف بادي فيه فرضا ادخل الجنة انتم و ازواجكم تحبرون مثلا شو معنى تحبرون تجرب روح ترجبت بالانكي ترجبت بالانكي وهكذا تحبرون يعني وصلتكم الفكرة طبعا فيه دك برضو يخطين حطه تحت subdex المهم كبير جدا الانكي لك انت غل ابدأ فيه بشوي بشوي حتبالك الامور برضو عندي دك انجليزي قريب اربع لانه في جرمان فمتلا تشوف روحك in the city in the in the in the stadt و بالنطق مثلا فيتا 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 و هكذا وصلتكم الفكرة فزي ما قلت لك المعلومة اللي طعيفة يجيبها لك اكتر معلومة اللي انت كويس فيها يباعدها لك باش انت متضيعش فيها وقت طبعا اهم عشر نقاط لعمل كاردز او الطريقة المطلة لعمل كاردز بحي تكون افكتف و safe and proven اللي هما العاشر نقاط هما فتعالوا نراجعوهم مع بعض فشان قال لك اهم حاجة فنبدو من ترتيب العاشر للواحد فقالك لا تجمع لي 6.000 معلومة في كارد واحد لا معلومة واحدة وإجابة واحدة سريعة لكن معلومة مهمة هي كي باش تتبت مثلا كي باش تتبت كي باش تتبت كي باش تتبت كي باش تتبت فردان فهي معلومة واحدة من ناحية الكرامر الصح رقم 8 ما تدليش جريدة ما تريدك تكون فمثلا كي باش تتبت كي باش تتبت كي باش تتبت كي باش تتبت فردان طيب نفس القصة يحس انه ضروري ما تكون معلومة يعني كلامك مختصر ما في شيء اسهابك تيب عندك سكشة لقطة في الانكي يعني تضيف فيه معلومات تعادي لقطة رقم 5 whenever possible include help phrases that offer additional information to provide نمبر 4 try to split up statements to test individual facts يعني معلومات هل تتقسمهم في شكل على خمسة أو عشرة كارتس ما فيش اشكالية نمبر ثلاثة فما تجيش فلاش كارد خطة كبيرة واحدان خطة صغيرة واحد ايتالك واحد بولد زي ما واضح تخليك نفس الريتم نفس طريقة الكتابة كذلك رقم 2 write flashcards consistently don't try to cramp ما تجيش في اخر سبوع من امتحان و تبدي لي ألف ألف كارد في الاناتمية أو الفيزيولوجيا أو العيون لا مفروض من ستة شهور قبلها فديما بشكل يومي تدي ليك عشرة عشرين كارد وترجعهم بشكل مستمر آخر حاجة use your own flashcards فأفضل على الإطلاق اللي تجريهم اللي انت مديرهم بجوك بخطك انت بسلوبك انت باختصاراتك انت لانك انت أثناء عمل هي ديك الغسل الأولى للمنهج فضروري الكلام يكون زيته آخر حاجة متلا فمثال بين الفلاش كارد الصح والفلاش كارد الخطأ فما تجيش تكتب which disease involves elevated levels of IgM non specific فالأفضل which plasma cell discrasia involves elevated levels of monoclonal IgM اللي يعلمات قد الملتبر ميلومة كذلك ما تجيش ما تقولش فيها 30 signs and symptoms فلا قسمهم الدرمتولوجيك البروحم الرينا البروحم الافطلملاجيك البروحم وهكذا تثبت افطل فهي اللي حبت نوضحها من هم أهم عشرة نقاط أو أهم طرق عمل الفلاش كارد بحيث يكون فلاش كارد صح فبارك الله فيكم جميعا اكيد اني هندير فيديو ثاني بإذن الله بوصف واحد عشرين دقيقة لكن الله غالب اريد ان اقول لكم انكي برنامج ضخم جميل جدا فعال جدا انصح كل طالب طب أو حتى طالب لغات او اي حد يعني مهتم بأي شي يحتاج حفظ ويحتاج تكرار انه ينزل على الايفون وينزل على الكمبيوتر ويستغل أبشى استغلاء بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته